اشهر رحالة مر في التاريخ وفي الدنيا ابن بطوطة صاحب الرحلة الشهيرة التي عبر فيها مختلف الأقطار نذكر على سبيل المثال أريوس أريوس هذا كان أمازيغيا من بلاد ليبيا حتى كان يوسف بن تشفين يقول إنه لم يفتح البلاد إلا بمشورتها يقصد المرأة الحرة الأمازيغية زينب النهزاوية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد أيها الإخوة الأكارم نلتقي بكم مجددا في حلقة أخرى من برنامجكم أعلام أمازيغ خلدهم التاريخ تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن علمين من أعلام القادة الأمازيغ تحدثنا عن يوسف بن تشفين وهو زعيم دولة المرابطين وتحدثنا أيضا عن أبي عبد الله محمد بن تومرت الفقيه السوسي الملقب بالمهدي وهو زعيم دولة الموحدين وأشرنا في الحلقة الماضية أن دولة الموحدين من بين الدول العظيمة والحضارات العظيمة التي مرت في تاريخ المغرب لذلك كان علينا لزاما أن نستطرد في الحديث عنها وأن نذكر بعض هذه المواقف المشرقة من هذه الدولة لذلك دعونا في هذه الحلقة نتحدث عن علم هو أعظم أعلام دولة الموحدين هو الذي يمثل الذروة في هذه الدولة هو الذي يمثل الأوجى والمجد لدولة الموحدين وهو الأمير المسلم والقائد الكبير أبو يوسف يعقوب المنصور الموحد يعقوب المنصور الموحد الذي هو أشهر من نار على علم فهو السلطان والأمير الثالث لدولة الموحدين فبعد عبد الموم بن علي القومي جاء ابنه أبو يعقوب يوسف بن علي ثم جاء بعده أبو يوسف يعقوب المنصور الموحد الذي نتحدث عنه ولد يعقوب المنصور سنة 54 و 500 للهجرة وتوفي سنة 95 و 500 للهجرة ودام سلطانه 15 سنة من سنة 80 و 500 للهجرة إلى سنة 95 و 500 للهجرة وكان وزيرا لأبيه وقد مكنته هذه الوظيفة من أن يتعرف على مختلف شرائح المجتمع وأن يتمكن من آلياته الحكم والسلطة وأن يتعرف على كثير من مبادئ السياسة والحكم وبعد وفاة أبي يعقوب يوسف بن علي اجتمع أشياء الموحدين ونصبوا وبعايعوا يعقوب المنصور يعقوب المنصور الموحد كما قلنا يمثل أوجة دولة الموحدية في جميع الأصعض ودعونا في هذه الحلقة نتحدث عن الإنجازات أكثر مما نتحدث عن السير الذاتي لهذا الأمير هذا الأمير يمكن أن نتحدث عنه في نقاط كلها إنجازات عظيمة سجلت في سجل لهذا الأمير فدعونا أيها الإخوة الأفاضل نتحدث في هذه الحلقة عن إنجازات هذا الأمير أكثر من الحديث عن سيرته الذاتية فإنجازاته عظيمة جدا تقربنا كثيرا من شخصيته ومن عظمته ومكانته السامقة فهو مثلا من الأمراء الذين عرفوا بإقامة العدل وبمحاربة المنكرات فقد وصف أنه كان يقيم الحد ويحكم على أهل بيته قبل أن يحكم على رعيته وصف كذلك بأنه كان يحارب الخمور ومنع ذلك وكان يحرق كتب الفلسفة والجدال والكلام مما هو مخالف للشريعة الإسلامية كذلك من بين أوصف هذا الأمير أنه كان عالما من علماء الدين كان فقيها متمكنا حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال إنه كان يجيد حفظ القرآن والحديث ويتكلم في الفقه ويناظر فيه وكان فصيحا مهيبا يرتدي ذي الزهاد والعلماء ومع ذلك عليه جلال الملوك يجمع بين المقامين مقام العلم والفقه في الدين والزهد والورع والعبادة ومقام الحكم والسلطان كذلك من أوصاف هذا الأمير الكبير يعقوب المنصور الموحد أنه كان مهتما بالعلماء وكان قصره يعج بالعلماء الكبار بل كان يستدعيهم من الأفاق من أمثال ابن رشد حفيد من طفيل وغيرهما من العلماء الكبار بل كانت حاشيته من العلماء كان يستشيرهم كان يناظرهم ويناقشهم لأنه كان عالما من العلماء وكان على مذهب أهل الظاهر وهذا مما يدل على أنه كان عالما مجتهدا لم يكن على مذهب من المذاهب الأربعة المعروفة بل كان يميل إلى أهل الظاهر في توجهه الفقهي كذلك من بين إنجازاته العظيمة أنه كان مهتما بالعمران أنا مهتما بالعمران وبالمآثر فكان يبني الكثير من الأسوار والمآذن والمساجن والجوامع والمستشفيات فهو الذي بنى رباط الفتح أو استكمل بناءها وهو الذي بنى مسجد الكتبية المعروف وهو الذي بنى مسجد الخرالدة بإشبيليا الذي يشبه مسجد الكتبية بعد معركة الأرك بعدما حصل على الكثير من الغنائم في معركة الأرك قسمها على رعيته وبنى بما فضل من ذلك مسجد الخرالدة ليخلد به هذه الموقع الكبيرة التي سنتحدث عنها وكذلك هو الذي بنى صومعت حسان فكثير من المآتر التاريخية التي نعرفها اليوم كانت من إنجاز يعقوب المنصور الموحد ومن أعظم إنجازاته الحضارية والاجتماعية التي لا نجد مثيلا لها حتى في زماننا ذلك المستشفى العظيم ذلك البيمارستان الذي أقامه في مدينة مراكش وهوصف بأنه من أعجب المستشفيات التي بنيت في التاريخ فقد ذكر المراكشي وصفا عجيبا لهذا المستشفى قال بأنه تخير له ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد اختار لهذا المستشفى أعدل موضع من حيث المناخ ساحة فسيحة مناسبة كذلك أمر البنائين بإتقانه وبجعل النقوش فيه والزخارف مما يفوق الوصف كذلك أمر بأن يغرث فيه جميع أنواح الأشجار من المأكولات والمشمومات وكذلك أجرى فيه مياها كثيرة تدور على بيوتات المرضى وجعل فيه أيضا أربع بيرك من الرخان وكذلك أمر له بأنواع كثيرة من الفرش من الصوف والكتان والحرير والأديم وأجرى له ثلاثين دنارا كل يوم يخصص للطعام لطعام المرضى وجلب إليه أنواع الأدوية وأقام فيه الصيادلة يصنعون الأشربة والأكحال والأدهان وأعد فيه للمرضى ثيابا ثياب الليل والنهار وثياب الصيف والشتة وكذلك جعل لكل مريض إذا برئ نفقة فإن كان فقيرا تعطى له نفقته حتى بعد خروجه من المستشفى إلى أن يستقل وإلى أن يقوى على العمل حتى تمر فترة نقاهته وإن كان غنيا تعطى له النفق أيضا ويذهب إلى حال سبيله وكذلك ذكر أن يعقوب المنصور كل جمعة وكان هو الذي يصلي بالناس حتى الصلاوة الخمس وهو الذي يصلي بالناس صلاة الجمعة في مدينة مرماروش فبعد الجمعة يمر بهذا المستشفى ويسأل عن أحوال الناس ويدخل إليهم ويسأل عن القوامة يعني عن المسؤولين يسأل المرضى كيف القوامة فيكم يعني هل قصروا في شيء هل تنكرون عليهم شيئا وكان هذا حاله إلى أن مات رحمه الله تعالى ولا شك أن هذه الأوصاف من الأوصاف النادرة التي تميز بها هذا السلطان ومن أوصافه أنه رحمه الله تعالى أقام الجهاد في سبيل الله فحارب النصارى واستطاع أن يوقف مدهم في الأندلس في تلك المعركة الخالدة التي هي معركة الأرك التي وقعت سنة واحد وتسعين وخمسمائة فهزم فيها الملكة الفونسو هزيمة قاسية شنيعة شبهت هذه المعركة بمعركة حطين كذلك وصف هذا الأمير بأنه كان متواضعاً وكان يقف للمرأة في الشارع حتى تشكو إليه حاجتها وكان كذلك يزور الناس وكان لا يضع لنفسه الحجاب بل كان يدخل الناس إليه ويقطي إليهم حوائجهم وكان يأمر بالصدقات إليهم وكان يجمع الزكوات فكان يوزعها على الفقرة رحمه الله وتعالى الأمير يعقوب المنصور الموحدي وافته المنية سنة خمسة وتسعين وخمسمائة للهجرة بعد أربع سنوات من غزوة الأرك نضرب لكم موعداً آخر بحر الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنتاج المسلم الأمازيغي إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر